كنزق بس ما تقتل الخامرة، انتو قناتك جاي ربيكم اهههههههههههههههههه تخيل انك في يوم الأيام ممكن تصير من احد المشهير الموجودين في الخليج وبالاخص تكون عندك قناة موجودة على اليوتيوب وفيها فوق ما يقارب 300 ألف متابع هذه فكرة مقطعنا اليوم، راح تكون مزاد المطفرين بعد ما يقارب انقطاع شهرين وشوي عرفوا يعني شعبان شهر طويل شوي، فلواحد يحتاج الفلوس يعني عشان كده ما نزلنا حلقات في الشعبان ولذي رمضان ولكن اليوم رجعنا لكم بحلقة مرة قوية رح نعرض القناة الثانية حقتي اللي فيها ما يقارب 297 أو 300 ألف متابع رح نعرضها للبيع وبمبلغ زهيد مرة رح يكون 100 ريال نعم 100 ريال اللي يخلاني أخطي هذه الخطوة لهذه التجربة لحظتم في كثير ودي يكون صانع محتوى ولكن يحتاج يكون عنده بوش في البداية خاص بمن عندي قناة ثانية مني قاعد أستخدمها وفيها مشكلة تحقيق الربح يعني تنزل مقاطع بدون ربح ولكن مقاطعك رح تنتشر بشكل كبير تبغى تاخذ القناة وتنشر القناة ثانية أو تبغى تاخذ القناة وتنشر قناتك الثانية رح تفتحها هذا كل شي راجع لك أو تبغى تستخدم القناة نك بس وتسوي فيها إعلانات فرضو هذا الشي راجع لك أنا اللي علي أسلمك القناة قبل ما نبدأ حبيبي وعزيز المتابع لا تنسى تضغط على زر اللايك طالبكم عاد شوي والشي الثاني ركز لي على زر الاشتراك والله يسهل كله تيك 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 في شخص راسلنا قال انت عارض قناة يوتيوب قبل أربع ساعات اي نعم حياك الله امرني يا الشيخ لا امرني مقطع اليوم تدرون شو ودي أسوي ودي أسوي ردة فعل على الناس قناتك هي اي نعم مقطع اليوم ودي وش أسوي يا جمعات الخير أسوي ردة فعل على الناس اللي يقولون انت كذاب مدري إيش أروح أرسلهم في الأخير حياك وليت بيت بيحة طيب ما عاد أستخدم استخدم ما عاد أستخدم اليوتيوب فرصة أنك تكون يوتيوبر أنا قلتها غذع على طول فهمتوا يا الله تويتر لو يدي كذا باليوم والله نيشوفه أبغى يعني ما عاد أحتاجها صدق ما عاد أحتاجها والله خلاص ما عاد أحتاجها وخلى أحد يعني بما أني ما أحتاجها خلى أحد يستخدمها وإن شاء الله أني ينجح فيها كلي قاعد أحاسب نفسي اليوم ليه يتيبي هذي قناتك خبل أنت قناتك الثانية لو تقفلت قناتك الأولى ما عادوا عندك قناة ثانية وما فهمتوا كيف طيب غريبة قناتك فيها متابعين بمئة ريال مضيع في الرقمن بمئة ريال البيع بحس أني صغير فهمتوا بمئة ريال البيع مئة ريال البيع ماني مضيع حياك الله لا ليه حياك الله كشوي تبيها شكل هذه بتكون أقصر محادثة على وجه الأرض أقول لها أنت تنزل يوتيوب إذا محتاج تكون يوتيوبر وقت سريع اشترها اشترها بس فيها مشكلة تحقيق الربح شوف ترى صاحب القناة يقدر يشتكيك ترى إذا جاي تدور فلع على الناس لا 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 أنا صادق أنا صادق ما بغى أحلف وغيت أقول أنا صادق والله واضح أن الرجال كبير إذا لك خاطر طبعا أنا شايل اسم صحي يا عيال أنا شايل اسم القناة وشايل كل شي ترى الناس مو أغبية يا عبيض يا ابني ما بغى أحلف أنا صادق صادق تبيها أولى من الأخير إذا تبيها تعال إذا تبيها اشتر اشتر بعدين ما أكذب أنا بغيت أحلف والله لك خاطر من جديد لك خاطر تبيها أولى وقله شا اسمك عشان أهديه شوي أنا أكلمك الحين ترى لو سلكت لو سلكت معاك في الدنيا ما رح تسلك أما لو سلكت معاك في الدنيا ما رح تسلك معاك في الآخرة سامع يا حبيبي أنت أقول لك للبيع ليه مستغرب ليه مستغرب في شي خطأ القناة طبع القناة تجي فلوس لا لا مو 100 ريال لا لا طبعا يوصل فوق 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 مرة ما تحقق ربح وبي أبيحة يطلع مرة ممتصل مرة يكتب الان حقين الصباح يجونك كبار يا أخي ما بغى أحلف يا أخي أنت تسوقها والله يا أخي يبغيتك ولا تقرني يا أخي أخوي كم عمرك هذه أكثر كلمة تقر مري جاي بتزوجني أنت أوكي آل بعاصبي ألو جاي تزوجني أنت آه ممكن تكون بنت جاي تتزوج بتزوجني أوكي بتزوجني أنت لا يا أخوي بس قاعد تشككني في نفسي تضيع وقت بقوله قاعد تضيع وقت وقت حسبتك صغير تعرف اليوتيوب زي أنت يا أخي بدأت أحس في الخطر أحسب يسبل حين مدلة يكتب وش تدور صغارة تلعب عليهم أنت الله لا يوفقك لا 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 والله العظيم لا 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 يا ابني لا يا ابني يا ابني أنا صادق صادق معك يا أخي أقصب الله العظيم هذه الأشيات تقار تبي القناة أو لا من الأخير تبي القناة أو لا طول والله والله طول شف 54 من ردت عليكم 47 54 نعطي باقي لها 3 دقايق بس أول ياخذ 10 دقايق على موضوع يعني طويل مرة ما أخذف التفاصيل ولا على العموم أنا ببلغ عليك والله ليوفقك على كذبك على الناس جزاك الله خير ذكروني هذا الرد علي يا جماعة الخير بمقطع نقول لنا حنا قاعدين نصور ونرجع لها في النهاية بإذن الله وأنا ناوي أصلا نسوي حلقة طويلة على الأشياء اللي صارت من ناحية هذه وننتظر الشخص الثاني حسنا يا جماعة الخير عندنا محادثة ثانية سلام عليكم انت عارض قناة يوتيوب في شباك يا مرحبا أووو انكشفنا تربض حيانا جمعة الخير مرة شباك مرة حراج مرة شباك السلام عليكم أخوي انت عارض قناة يوتيوب في شباك أهلا وسهلا الأول جاي من الحراج مستحيل لنا من شباك أهلا وسهلا حياك الله حق الحراج كذا قسم بالله العظيم من أول ما يدخلون عليك وهو ها ها جل جل الله يحييك مرحبا مرحبا اي نعم القناة موجودة اي نعم القناة موجودة قاعد يكتب اي نعم القناة موجودة صورتها واحد لاب ثوب وغترة والله طوله وقاعد يكتب عيال كم له دقيقتين يكتب هذا بيكتب معروض هذا هذا صدق بيشتريه وبيثب واحدة من ثنتين أهلا أخوي طول أخيرا أنا بادي في مشروعه الحالي وبالقناة عشان تساعدني أوثق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي حقة المغسلة عنده مغسل السيارات والناس يعرفون المغسلة وزين طحت عليك الله يالله يارب أنها من نصيبك ولكن إذا شفتني لازم ليه نسبة عشرة بالمئة مغسلة وش رايك زين طحت عليك حياك الله والله يوفقك في مشروعك تمام ليه مغسلة وإيه صح عشان يوثق حسابات المغسلة والله طلعوا نفسه لأجانب فكرة حلوة بي صدقون فكرة حلوة مغسلة لها قناة ولها حسابات وتصور بشكل يومي ويتنظف يا سلام تمام الحين القناة موجودة حاس بيقول الحين القناة موجودة ولا مباعد موجودة يحسب إن القناة تدخل 100 رعال في الشهر أما فيه تحقيق ربح لليوتيوب وفي كل قناة تدخل مبلغ نهاية الشهر هو يحسب إن القناة تدخل 100 رعال في الشهر صح؟ لا أخوي بينصدم لا أخوي لا لا دقيقة 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 بقول مكانك وين مكانك مكان بخلي ينصدم بستانس أنا حساب بيستانس والله العظيم مكانك وين حسن لو أخذها بمئة ريال مو بيتقطع يالله يارب ان نكون من المساهلين في الدنيا يالله يارب العباد دخل مئة ريال مكان المغسلة والله لا اجي اصورها لو تبي اعلان قسم بالله العظيم اني جاهز اجي اصور لك المغسلة دائما بداية مشروع مكان المغسلة الشرقية الله يا الشرقية تبعد عني شرقية خمسمائة كيلو ما جاوبتني يا اخوية طيب ما عليش بس ابغى اشوف انا بضبطك دقيقة نكتب الخبر خبر خبر كرنيش الخبر كيف ساعة مش في كرنيش الخبر في الرياض اه مركز يا اوكي تبعد عني يا جماعة الخير فيقرب خمس ساعة تمام اخوي اول شيء اول شيء القناة ما تدخل فلوس ما تدخل فلوس سعر البيع مئة ريال احسن بيتصودة واو بيتمئة ريال كيف كذا اوكي انا ابي ابيعها بمئة ودامك والله يستاهل ودامك بداية مشروع تناسبك ان شاء الله مئة ريال والله يوفقك يا اخي بدي اكتب في الجوال يا اخي اسرع كيبور شك 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 اما مئة ريال ايد مئة ريال بستاهبل علي انت ولا من جدك بغيت اضحك لا 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 صادق بمئة ريال والله فكرة حلوة تصدقون والله توني انت تذكة يعني توني اركز انا يوتيوب المغسلة وتصور والله بتصوق بدون مشهور حرضية ولكن يحتاجك شخص يدير لك القناة هذه انا جاهزه لي نسبة بياخذ انا بديرها له لي نسبة يعني اجي اصور للمغسلة واضبط له يا اخي اكلمك جد والله بغيت احلف يا اخي انا صادق يا اخي صادق معك صادق معك وما بي احلف يا اخي ما بي احلف على شيء مثل لازم لو احد يحلف عشان تصدقون ايه كثر اللي حلفون كذابين ما بي احلف على شيء مثل كذا ليك هي اصلا ايه ايه لي احيسج الفويس لا يكتب يكتب لما توترت يا بس بعد يسجي الفويس يابي والله تسوقها لاقينا بلف بنت طيب اخوي مو مكتوبة لك خلاص طيب اخوي استع على وجهك تكذب والله ما ادري اش اقول لكم انا طيب اتوقع مزاد المطفرين قعدت شهرين وصدق نسوها بيقعد تصرق الناس او عشانها ممكن على قناة يوتيوب وممكن اللي ما يمطول معه يريحك يريحك واذا تشوفني الان وفتح مشروعك ولا خط القناة هذي ما كتبت لك تواصل معاي في تويتر او في السناب او في اي مكان وانا اجي راح اسوي لك اعلام في السناب اجمعت الخير عندنا شخص ثالث شاتب الو قناتك هذه اللي عرضها اكتب له مرحبا ومسهلة نعم طولت طولت عيال طولت طروا النصابين والله ليه مرحبا حياك اخوي ليه الو ليه ما هات فيه ثقة ليه اخوي تبيها ولا شلون طروا النصابين والله ليه كور يا اخي اول واحد كلمتك اشو يدازلي واحد وليش السالفة ليه ما فيه احد صدق قالو عادي قناة فيها ثلاثمئة الف متابع بمئة ريال موضوع ايزي يا رجال الكذب يا رجال الكذب بطلة الله يزيلك يا غبي اوح استغفر الله ما عاد فيه ردة فعل والله ماني كاتب شي بشوف شو يكتب بشوف ش نهايتها معايا بص عيفني غبي عندك يا حمار الله هذا اتمادة شوي طيب قناة بمئة ريال دز امه هاي نصاب طيب تماما تدروه والله يا اخي كذاب وبجيح طيب وش يسوي انا يا جمعة خير كل سلسة مزاد مطفرين احاول اخلي ثلاثة حاول ولكن اتوقع مقطع اليوم رح ياخذ عشرة مو ثلاثة نحو كذاب بجيح يا حبيبي كل زقلة تسوي مسكين استغفر الله وتوب الي والله التربية الحلو والله التربية كل الناس تدري انك كذاب طيب تمام كلمة مير يعني اصلا رح يسوي عليها سحب يعني رح يسوي عليها سحب تقول شغل الشوارع هذا بطلة عشان ما اتفاهم معاك تفاهم ثاني طيب اخوي اتصل لي في ذات تبي القناة ومنتج في ميوتات لا 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 مستعيل اسفة ولا تقول كلام سيئ لا تقابلني دز امها بس لا هنا طيب تقابلني تقابلني تاخذ القناة أنا بيدك لو قابلتك دعست عليك والله مو احسن لك طيب تمام خلاص الى هنا نبنوقف هي جمعة تخير ولكن قبل منوقف حطيت لي جمعة تخير صورة وجهي وسجلت لفويس اسمع الفويس طيب سلام عليكم مرحب يا الشيخ كيف حالك طيب ان شاء الله عشان يدري اني بيوار انا قاعد سجل مقطع في اليوتيوب الان شفتك ما جفيه متحمس وانت كنت اخر واحد والحمدلله انك ما خذت القناة ياب الحل الشيء الاول تمام بس قسم بالله العظيب اني صادق بس ما تقتل القمر انتو قناتك جي رفيكم يا من الجلي طيب انت بيوار طيب يلا كلي تابع ابدو كلا النباب طيب الله يهديك الله يهديك كلسك بس ما تقيد لك خبر انتوا قناتك جاي ربيك وامشي بس لك لم يعرفين الحمد لله انه ما يعرفني الحمد لله اللي تابعوني مهو يالله الحمد لله ما اتبه القناة يا عري ما اتبه القناة وكلو ما اتبه القناة بصمال بيع يال يا اخي تعال خذ القناة شفيك علوه هاي رح باللكني اوكي دايب يا جمعة الخير اعلمكم شو راح نسوي في القناة دام وصلت المرحلة هذي جمعة الخير دامها وصلت لمرحلة هذي ولا حد أخذ القناة فهذا شي حربيا غير عادل ليه أنا وقت خلص من القناة ما أدري القناة هذي فيها تحقيق ربح ممم كويس مايش ثبب عليها استرائيل فأتوقع يعني جت فكرة في راسي قبل شوي إذا ما حد خذاها راح نسوي عليها سحب في السناب كيف راح نسوي سحب في السناب ما أدري والله سناب ولا في اليوتيوب والله ما أدري اكتبوا لي أي شي انت وين تبونا سناب ولا اليوتيوب ونسوي عليها سحب من الناس اللي يشتركون في القناة أو الناس اللي يشتركون في السناب اختاروا وروح نتفق في المقطع الجاي وفي أحد السنابات ما تابع السناب راح تحصل رابط موجود على الدسكريبشن وأنا ودي والله العظيم أن يسوي عليها سحب في اليوتيوب وإن شاء الله نشوف واحد يوتيوبر أفضل مني وأفضل من كل الموجودين في الساحة بالتوفيق لكم يا جمعات الخير لا تشتركوا تعالى زر اللهيك تشتركوا في القناة بقنا شوي على خمسمائة المتافئ ترامي